ومن بيروت ودن فعاليات مهرجان الموضة بلبنان كان لنا بعض اللقاءات مع الضيوف ومن النجوم اللي قابلناهم ليال عبود اللي كلمتنا عن اطلالتها المميزة وإثارتها المستمرة للجدل وعن جددها في الفترة اللي جاية ليال عبود واللي معروفة بجرئتها ولوكاتها الجريئة بأغلب نحبتها على السوشال ميديا بدأت تظهر بإطلالات كلاسيكية ما بعرف يمكن عم بركز أكتر همخفف إطلالات هيك تكون فيها إثارة حس حالي أنا لوحدة مصيرة من دون ما افتحها كتير أمور يعني ليال بتفضل اللون الأسود واللي بتظهر بيه في معظم إطلالاتها لأنه ملك الإطلالات وملك المنسبات الحلوة وهيضا اللون المحبب على قلبه ليال اليوم ده كانت ملتزمة باللوك اللي ظهرت بيه ورفضت أي تغيير فيه لا خليه عيني مخباية بليه مستر خطورة ترا كلك أسطورة سعيدة بنجاح ونيتها اللي طرحتها مؤخرا واللي حققت نسبة مشاهدة وصلت لأكتر من مليون وتمنمية ألف كانت نقل نوعية لليال مش بس بلبنان كمانا بالمغرب العربي وبكل الدول العربية مستر خطورة ترا كلك أسطورة واللي خانك ما ينفعك ما له ضرورة لكن الصراحة ما قدرناش نسبها غير لما نعرف سر تصريحاتها الجريئة دايما أبدا ما بنضم على شي عملتوا بحياة الفنية وما صرت الفنية بترجم غور بحبنا وفي ناس بتأمن فيني دايما ترجمة نانسي قنقر